اخواني اخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم من الاخرى على قناتكم البيتكوين الدارجة معنا الفريم ديال البيتكوين اربع ساعات كما كتلاحظو هذه المنطقة اللي تكلمنا عليه في الصباح وما زال عنا تقريبا يعني نفس الديزان اللي درنا نفس الرسمة يعني نفس سيناريو هذا اللي درنا يعني ما زال غادين عليه نمشين محيه بعداكين باش نعوه نضربو اطلالنا الناس اللي ما شوفوش الفيديو ديال الصباح ديرو فقط اواحد الموراجعة صغيرة نشوفو غيفي كنا وفين غادين دابا كما كتلاحظو هاد المنطقة هدي اقدرنا عليها في الول ديال الصيمانة يعني هاد المنطقة تقريبا ديال 17,870 دولار مني كان عنا النوزل قوي اللي كانت قريبا في 9 نوفمبر ومبعد كاننا تصحيح هنا في نتكلمنا وقلنا بينا خاسنا نشريو يك وصنات الـ 18,000 دولار بعد بقينا غادين يعني طالعين هابتين يعني تقريبا نفس السيناريو كتكرر عنا اللي كان هنا في هاد المنطقة هدي وسيستيلات الهبوط كان بدت تقريبا من 9 جوا مشو لديلي فريم كنا نلاحظوها احسن كما كتلاحظو يعني سيستيلات الهبوط وقتش كانت بدت كانت بدت تقريبا تـ 18 جوا مبعد كان عنا هاد دعم القوي يعني 18,500 دولار كما كتلاحظو كانت المولى ميسا دائما ديالو ومبعد كنا يعني كان عنا طالعات وهبطات وكما كتلاحظو هاد المنطقة هدي مشينا فيها يعني عدة شهر ومبعد كان نزول حتى وصلنا لهاد الشمعة اللي خرجت هادي هادي واحد اليومين كما كتلاحظو يعني بعد النزول اللي كان عنا تقريبا في 9 نوفمبر مبعد كان عنا تصحيح مبعد كان عنا صعود ونزول تقريبا بحال واحد ومبعد ميولى عنا الاستقرار كانت عنا شمعة كان عنا هتأكيد واحد شمعة قوية وهذا هو الشيء المشجع الان الان منشينا قارنا تقريبا مع الدهب نشوفو شنو دار الدهب يعني كما كتلاحظو الدهب من المصميرين تأكدو بان الفيدرالي ما بقاش يرفع بقوة سعر فائدة المصميرين بزاف ولو كيت تجهل الدهب كما كتلاحظو كان عنا شموع قوية وحاجة يعني شيء عادي ما كانش الحاجة اللي كانت قطال عا دائما واحد وقت يكون صحيح كما لاحظو ومبعد كنا قلنا عاوتين الناس اللي كانوا ما زال يعني ما دخلوش للسوق كنا حددنا هذ المنطقة هذي كما كتلاحظ يعني كان الملامسة ديلا كان الارتكاز على هذ الدعم هذا تكشي علش حددنا هذ المنطقة ومبعد كان عنا الارتفاع هنا كان عنا دابليو باتان يعني دابل باتم وهذا دائما شيء مشجع يعني عندك دابل باتم هناك وهناك يكون تأكيد نحو الأعلى والآن الرجع للبيتكوين إخواني أخواتي واحد حاجة كنا لاحظنا كان دائما في الأسابيع الأخيرة كان النصدق والدهب كيطلع ولكن البيتكوين ما كيتحركش في حين إلا الدهب والنصدق هفضو كان حتى البيتكوين كيهبض يعني البيتكوين كان كيتأثر فقط بالسلبية دي الأسواق التقليدية ولكن يعني الخامس والجمعة كيما كتلاحظو يعني كان عنا هاد الشمعة هذي يعني ولا أيضا كيتساجب كيتماشى مع الأسواق التقليدية يعني لو كانت الإيجابية الإيجابية بنت حتى في سعر البيتكوين وإخواني أخوتي يعني هاد الشيء عادي لأن الصدمة دي الأفتي إيكس ما كانش سهلة وما زال البيتكوين الآن كيعاني منها ولكن كما قلنا ربما تكون واحدة انتعاشة في الأسابيع ولا في الأشهر القديمة والسبب الرئيسي دي الأعلى شهد انتعاشة دي هي الفيدرالي اللي ما بغيش يرفع سعر الفائدة بقوة يعني سبيكولاتيف أسيت البيتكوين والإيتيريوم في المتى تكون سعر الفائدة قليلة ولا ضعيفة تكون مؤشر إيجابي بالنسبة للبيتكوين فيعني رفع سعر الفائدة ربما المرة القادمة فقط بصفر فصلا خمسة فهذا غادي يعطي واحد زخم قوي بالنسبة للبيتكوين والآن ما زالي نحنا في الديلي فريم قبل ما مش نرجعوا للفريم دي الأربع ساعات نعود نضرب واحد الإطلاع لهنا خفيفة إخواني أخواتي كما كتلاحظو هنا يعني هذا البند هذا العارض كما كتلاحظو كنا كان الدول هو هوريزونطال ولمدة أشهر والشيء نفسه يعني ما زال حاصل عنا هنا فهذا المنطقة اللي فيه احنا هي هنا عنا مراكز دعم قوية وأيضا مراكز مقاومة قوية والآن ممشيوا الفريم دي الأربع ساعات هدي هي المنطقة إخواني أخواتي الآن كنتكلموه على المنطقة دي الأسبعتاش الالف ومئة وسبعين دولار يعني مع الأسف كما كتلاحظو يعني البيتكوين ما تستطعش بأنه يتجاوز هاد المنطقة كما كتلاحظو يعني دائما لمولامسة ولكن مع الأسف تبوء بالفشل وهنايا في الصباح تكلمنا على هاد السيناريو هادا يعني مينيك تشوف هكا يعني قلنا امباتان ولا دابل طوب هادا يعني مؤشر سلبي ولكن يعني بحال لي قلنا قبل حنا ما زالين كنت دوروا في هاد المنطقة هدي عنا مقاومة قوية وعنا دعم ايضا قوي لأنه لي نكرر تاكزه على هاد المؤشر دي المئة يوم الاخيرة لهذا اخواني اخواتي يعني بالنسبة لي في الأسبوع القادم معناش البواده دي الكراش ولكن عنا حاجة واحد الحاجة عادية يمكن يبدأ يكون عندنا صحيح كما كنت لاحظو كيكون عندنا صعود وهبوط لذا تكلمت معاكم وقلت يعني دائما كيكون محاوض الاختراق واحد الوقت إلا ما قدناش نختارقوا هاد المنطقة رات يكون نزول لهذا تكلمت ربما على هاد المنطقة هدي هدي المنطقة القادمة وهاد المنطقة هدي يعني انت لقاك انت قاوية يعني ما يمكنش البيتكوين ما يدلاش ريتست يعني ولا بد خصنا واحد الارتكاز هنا قاوي وهذا الارتكاز قاوي تيخليلك يعني انت الوقت بيش تاخد القرارات ديلك واش غادي تتخلف في عملات بديلة ولا غادي تبغي تتعود تساين وتشوف البيتكوين لاتجاه دياله لذا اخواني اخواتي يعني مني شفنا هاد المصار هدي ومني داز يعني هنا يا كان عنا كان عنا في 9 نوفمبر 9 نوفمبر وحنا تقريبا دابا الان احنا في 3 ديسمبر يعني تقريبا 3 الاسابيع وبقوا دائما بالسلبية لذا تقريبا هنا قبل 10 ايام اللي مشيتي هنا القناة هذا هو الفيديو لهذا اشتريت العملات الرقمية يعني بلية بانا كانت كديروا للخوف للمصميرين ودخلت وقلت هلكم هنا يا بانني اشتريت اهم العملات يعني كان دائما ومنهار بدينا كان اشتري العملات اشترينا لذيك العملات اللي اللي قوية مثلا ليتكوين البيتكوين كاش وهنا ايضا في الاخير اتكلمت ايضا عنه عملات خرين ALCX وايضا احتصامه الى مشيتي هنا يا ودخلت الفيديو فهذا المنطقة هذي ارا هنا قد احتصامه ورا اخدينا ولكن علش كنقولك داباد الهضراء هذي لانه دابا وصلنا احنا الواحد القمة مايقدرش واحد يجي يقول لي ياوش هنا نشري وحنا في هذ المنطقة ممكن ليش نجي نشري في هذ المنطقة هذي يعني مازال خاسنين سين بحر واحد الكونفيرميشن عندنا واحد البوادر ايجابية ولكن خاسني واحد الكونفيرميشن خاسني نشوف البيتكوين ما زال يزيد الى الاعلى انا بالنسبة لي منطقة 18 حتى 19 ألف دولار فهي مازالت ممكنة في الأسبوع القادم ولكن يعني ليش فينا البيتكوين يعني وصل المنطقة 17 ألف وستمية وبقينا كان الدولة عليها تقريبا على يوم وخالها كان عندنا النزول حسنا عارفوا بأن النزول هي ولي ديك الساعة هذي زيالي كانت عندنا منطقة مقاومة هاتول لي واحد منطقة الدعم قوية تقدر تعود ترفعنا الى الاعلى وتمك خاسني نعرف القرار باش نتاخد القرار ديالي فين غادين الان في سي واش غادين ان في سي في سامو ولا غادين ان في سي في عملة جيدة كمثلا كهذا الاوكشن اللي تكلمت عليه اليوم ولا مثلا ايضا في اليوني سواب يعني خاسني نشوف عملة قوية اللي ايضا هي تقدر تدير واحد الارتفاع قوي ما يطلع البيتكوين امشوا لهذا الاوكشن كما كتلاحظو يعني في المكان كنت يكون نزول يعني يومين ثلاثة كيكون واحد الارتفاع قوي كيمكنها تعود دير واحد تصحيح قوي اللي كيمكن له يديننا واحد الارباح جيدة كمثال يعني نشوفو غير فقط من بعد النزول ولا من بعد الارتكاز الصعود كي يكون كما كتلاحظو مياه وثمانية وثلاثين في المياه يعني ماشي سهلة وشيء مهم اللي خاسني يقولولك بانه ولا بودة خاسي يكون تخلي عندك واحد الكاش يعني ميمكن لك تصمر الكل يعني في الان لانه كما قلنا معناش بوادر دير الكراش ولكن يعني دائما يقدرتك يبقع شي مفاجأة اللي تقدرتها فيك التحت وخاسي يكون عندك الكاش باش تقدر ديك الساعات تشري اما اللي ما زال عنده الكاش وبغي تصمر شي شوية انا تبلي هادي كعملة جيدة يلا مشينا شفنا السوبلاي ديالها كما كتلاحظو الماكس سوبلاي عشرة ديال المليون والتوتال سوبلاي هو ايضا يعني بحال سيركوليتين سوبلاي سبعة ديال مليون ونص يعني شيء ايجابي عندها تريدين فولوم ديال اربعة وعشر ساعة الاخيرة مليون ونص فهو يعني جيد جدا يعني عنده الفرصة باش انه يطلع الى الاهلة يعني باش يدرب حتى اشرار مشيش حاجة اللي صعيبة والان مش نشوفو ايضا الالتايم لو الالتايم هاي الالتايم هاي يعني في سبعين دولار الالتايم لو ثلاثة فسلات ثلاثة وسبعين اما المينصات اللي كيد دول فيها هاد العملة كما كتلاحظو يعني اهم المينصات باينانس كوين بيز عنا ايضا بيتكيت وعنا سوشي سواب يعني هادي عملة اللي متواجدة في العديد من من المينصات سواء المركزية ولا اللامركزية يعني بالنسبة لي الان يلا غادي اي واحدة يبغي تصمر شي حاجة الرأي ديالي خسن نصمر في شي عملة لي تكون جيدة جدا مشي عملة ديال الميم كوين هذا مشي وقت العملة ديال الميم كوين يعني سامو هذا مشي الوقص ديال زيادة على ذلك فهما كيرتكز على الصولانة وكما كتلاحظوا يعني الصولانة يعني في الاسابيع الاخيرة منذ نهيار الافتا ايكس فعندما مشاكل كثيرة فلهذا يعني مثل هاد العملية تخص الوحد يجتنبهم لان اخواني اخواتي شكرا لمشاهدة وعلى الفيديو القادم ان شاء الله مع السلامة